أريج محطتنا الصباحية رح نبدأها بعالم التربية في الصيف فصل الراحة اللعب السفر وبعيد عن الأشياء اللي بيرغب معظم الأهالي أنه يحفزوا أولادهم على تطوير مهاراتهم يستمروا بدعمهم حتى بمجالات مختلفة غير الدراسة هون بتبدأ المعاناة بإرغام الطفل على الالتزام خلال العطلة الصيفية ضمن المدارس الصيفية لهيك اليوم وضمن فقرتنا مع الأخصائية بالتربية الخاصة ريم سعد رح نحكي بشكل موسع عن كافية تهيئة الطفل للالتزام بالنشاط الصيفي العلمي بدون ما يأثر على تهيئته لدخول المدرسة وبدون ما يدعي أكيد الطفل اليوم رح نحكي بهالموضوع معك ريم سعد صباحك أهلا وزهلا صباح النور يا أهلا يا أهلا فيك صباح الخير ريم دعيتا خلينا نحكي عن الشغلات اللي بيحبوها الأهل يكون بولادهم وما دائما بيقدروا يوصلوا له في شغلات معينة مثل أنه يكونوا مثلا بريت معين بالدراسة بدون يقطعوا هلا الأولاد الدراسة يفوتوا على على شيء مسلي وبرغم هذا الشيء ضغم أن هيدا القصة بدون يدرسوهن يعني تحكي لنا شوي كيف لازم يكون الترتيب عدم الضغط بالنسبة للأطفال طبعا الأهل جميعا بدون أطفالهم يكونوا من الأوائل متفوقين دائما علامات كاملة ما لازم ينقص ولا أي علامة جهد كبير بدون يقدموا الطفل طبعا غالبية الأهل تقدم هذا الجهد مع الأطفال لهنا يوصلوا لهذا الإنجاز هلا بس بالمحصلة فيه نقطة كتير مهمة أنه الأطفال كلها هاتنا قدرات فردية نحنا بالنهاية يعني ما لنا كنا مثل بعض هاي أولا تانيا كمان أنا بنظر يعني وقت يجي شكوى من الأهل أنه طفلي معنوا بالمستوى اللي أنا بديهها بالدراسة فأنا كمان مبحث بتاريخ الأهل العلمي دراساتهم ثقافاتهم كل هاي الأمور هي بتلحق بعضها البيئة اللي هن فيها فدائما نحنا بنضغط الطفل أحيانا بيكون أكتر منطعة وهذا بيكون أكتر عامل منفر للطفل بالنسبة للدراسة فالطفل مكره أنه يدرس وممكن تكون قدراته بيناسبة أشياء محددة أو معينة نحنا بنضغط عليه لحتى نطلب منه الأكتر وهذا بسبب له الأحباط وممكن يكون متراجع دراسيا الأهم شيء نحنا من الأهل أنه بس نقدر نعرف قدرات أطفالنا يعني أنا دائما لازم حاسب طفلي على الجهد والوقت اللي بيقضيه لينجز مهمة تمام؟ هو قضى وقت وهو قعد وتعب على الشيء اللي كان بين إيديه فما مطلوب أنه إذا نقصه ربع علامة أو نص علامة يكون فيه عقاب شديد أو نهر أو حتى ممكن أنه أنا عدم ما أتكلم معه أو ابعده عني لفترة أنه هو معاقب ما بصير كان ينقص هاي العلامة الصحة النفسية بالمجمل بتقول أنه ترتيب التالت بالفصل أو بأي شيء هو تتير مهم وبيخلي الطفل ما عنده عنده آنية ولا عنده آنية بيكون مرتاح نفسيا بأنه هو ما فيه المنافسة الشديدة ولا فيه هذا الضغط تمام؟ هلأ بالصيف نحن الصيف من حق الطفل أنه يستمتع ويرتاح ومن حق الأهل إحنا مناهجنا الدراسية هي كسيفة بده وقت وجهد كتير من الأهل ومن الطفل بأنه ينجزه ففترة الصيف هي من حق الطفل بأنه يرتاح بأنه يتسلى بأنه يدخل الرياضات معينة يفرغ غيطة يكون مبسوط بنفس الوقت أنا ممكن كأهل أني مثلا طفلي صف رابع فأنا بحصل على منهاج صف الخامس بقرأ المنهاج بتطلع عليه بشوف في موضوعات هي ممكن تكون صعبة زيادة على طفلي هضمة بالنسبة لأله بدي أخذ معه وقت طويل فأنا بلعيلة وسائل تدراسة المنهاج من قبل الأهل تماما شو المانع أنه أنا كأهل أنه اطلع على المنهاج ووفر وقت وجهد لحالي بالشته بأثناء التدريس ما أتفاجأ بأشياء أنا ما بعرفها أنا فيني منطق المنهاج متل ما بدي أعمله وسائلي أنا خاصة كأنا في إمهات كتير بتصرفوا بهذه الطريقة بنعمل وسائلنا الخاصة بناخد فقراتنا الصغيرة بنعطي الفكر الأساسية للطفل اللي ما بيقدر يقعد فترات طويلة على الدرس فنحنا بنقدر ناخد له تماما فترات بناخد له أفكار بسيطة وهي مهمة بالدرس وبنقدر نعطيها بالمرحلة الصيفية ممكن نحنا الصبح بكير ممكن نحنا بعد ما يجي من النشاط ويرتاح هي زفاق بكير ريم زفاق بكير بالصيف هلا غالبا الأهل بيشتكوا أنه الأطفال بالصيف هي بتستيقظ كتير بكير في لعب لأنه تماما أنه ما بدي يروح عليهم ولا دقيقة يعني بنعمل تأخرين فقوا بكير طفل طاقته ما شاء الله هي بيكون كتير عالية تماما ريم خبرين أكتر يعني شو الإيجابيات والسلبيات اللي ممكن تحدث للطفل نتيجة التزامه ببعض دورات التقوية يمكن تقوية اللغات اللي دايما الأهل بيركزوا عليها بالصيف إن كان بمواد معينة يمكن الطالب ضعيف فيها أو حتى بتقويته للغة محببة لأله هلأ هذا الموضوع بيشكل له نقطة إيجابية أم سلبية هلأ حيئة هي نسبة وتناسب تماما نسبة وتناسب يعني أنا شو برنامجي مع ابني دائما التهيئة بتريحنا وبتريح الولد أما الأمور الفجائية هي أمور صادمة بتكون للكبير أو كانت للصغير فأنا ما فيني دغري فاجئة الولد عندك دورة وبدأك تدروس وهي القصص في ساعات محددة الولد بيكون مرتاح فيه لأنه يعود يدروس فيه أوقات محددة يعني مثلا أنا دورة صيفية للغات ما ما قبول تكون مثلا بأوقات الظهر أنا فيني نقيية الصبح يكون الجو لطيف الولد مرتاح بالمقابل أنا هيقتله برنامج أنه أنت بعد ما خلص هاي الساعة أو الساعة والنص اللي أنت حتدرس فيها أنت عندك نشاط اللي هو واحد اثنين ثلاث هو حيكون ممتع لأيلك ووقتي شوفني أنا طفلي على أنا القدوة لطفلي من ظهرته يعني هذا الحديث من قبل الخمس سنين وقت شوفني أنه أنا عم تابع دائما بأموري عم بقرأ الكتاب بإيدي بأوقات فراغي عم بدرس شغلات عم بحكي مع ابني أنه أنا لازم يمكن نقصني شوية لغة فحاول أكتر أني أقرأ باللغة وقت شوفني هيك وحيكون متشجع حيكون مثل بابا وماما هاي مثل إمكان دائما الأمهات بيقولوا أنه طفلنا ما عم بيسمع لنا لكن عم يقلدنا تمام تمام الطفل هو عينه لأنه قبل خمس سنين هو عينه اللي بتلقط وطبيعيا بصير بسلوكه بيطلع نفس تصرفات الأهل والعيلة فالعيلة هي اللي بتقرأ زيادة بتنتبه على هاي أن أطلع طفلة مريح بهاي المناحة الدراسية حتى هنا ممكن يطلبونه أنه يلا خلص حاج دراسة قوم لعاب قوم تسلى تمام أما إذا أنا كنت من الأهل حق الأهل أنه تنبسط أو تتسلى أو تاخد وقت لا إله خاص بس عند يشوفني كثير أنا على الموبايل كثير على التليفون كثير بالزيارات فهو هياخد هذا الجانب مني فأنه هيكون أنه ما في شي مهم أو ما في إيميل للوقت بس وقت يكون في إيميل للوقت هيكون سهل كثير بالنسبة للطفل أنه يلتزم بأي شي تمام يعني ريم قديش مهم عدم الضغط على الطفل دراسيا يعني أحياناً الطفل بيشوف رفقاته عم يروحوا يلعبوا وقت الصيف إنه ممكن يغارم رفقاته إلا ماما أنا مسجلتيني دورة غيري عم يلعب قديش مهم الأسلوب إنه تمر إنه ممكن تقوله في وقت لهون وفي وقت لهون قديش هذا الشي مهم حتى ما يأثر حتى عن نفسية الطفل أي تماماً الآن إحنا عنا طبعاً غالباً الأطفال بلتحقوا بدورات صيفية أو بأمور بتخص التقوية هنا بيكون عندهم ضعف دراسي خلال السنة يعني ممكن ببساطة يكون طفل عنده صعوبات تعلم طفل عنده حركة زايدة ممكن رؤفرط نشاط بس الحركة الزايدة بتخلي مشكلة بالانتباه إنه أنا شوي يكون مؤثر عن رفقاتي أحيانا البيئة أحيانا الظروف نحنا مرأت علينا بالبلد الظروف كانت شوي قاسية لأن الحمد لله اجتزناها هاي كلها كانت أسباب معيقة للطفل بأنه يكون هو مرتاح بالمجمل بالدرس تبعه طبعاً تهيقته وإنه أنا أقدر كون مع طفلي بهي المرونة بدي يشوفني بدي يكون أنا مهيقتله يعني كتير حول وقت الولد يفوت على غرفته ويلعي مثلا رسالة من ماما على الحيات حتى لو كانت رسمي إذا ما بيعرف يقرأ أنه أنا فخورة فيك أو بحبك كتير أنت اليوم حفظت عشر كلمات لغة أو أنا فخورة فيك أنه أنت اليوم قدرت تروح تقضي ساعة بدورة اللغة والمعلمة كتير مبسوطة منك وننتبه دائماً أنه أنا بسني الطفل على الأشياء اللي هو قدمه أو عمله أو ظهرت بسلوكه يعني ما فيني قاله أنت كنت كتير شاطر هو مثلاً كان من المعلمة مثلاً منبهته أو ناهيته عن أمور عم يفعلها بالصف أنه هو ما عم ينتبه أو ما عم يدرس هاي لحالة أمور تحفيزية بأنه أما وقت قضي له هادلوقات وقعد معه أنا أنه أنا جنبك قاعدة معك أنت حتقرى هيك وأنا حقرى بهذا الموضوع وبهذا المجال هاي التشاركية هي بتخلق هذا الجو المريح للطفل الأمور التحفيزية اللي حكيت يا عنا ريم قديش مهمة وقديش بالفعل الأهل الأوقات بينسوها دائماً بيطالبوا يمكن الأهل مضغوطين تماماً وبينسوا أنه مثل ما حكينا أنه الأطفال قدرات يعني ما فين يحمل طفلي أكتر من طاقته للأسف غالبيتنا منحمل طفل أكتر من طاقته بالدرس تماماً ممكن لأنه مناهجنا شوي كبيرة أو ضخمة بالمجمل ما كتير بتتوجه أنه كل طفل له قدرات محددة بأنه هو يقدر ياخدها ويرجع يعني بعمل التعلم تماماً خاصة يمكن الأهالية يمكن الأب أو الأم مانون كتير شاطرين بلغة معينة بيحبوا يدعموا أبنون يعني كل شي هنة ما قدروا يحققوا بيحاولوا هالشي نفزوا عبر أولادهم تماماً هلأ إحنا منجرب هاللغات هي رح تظهر بالعمر المبكر عنده الطفل إذا كان عنده الميول اللغوية أو لا يعني هي ببساطة رح تبين والأهل رح يلمسوها منه في نقطة كتير مهمة أنه نحنا تعلم اللغات هي مهارات وهي مهارات دماغية ما لكل عنده إياها أو بيمتلكها بالتالي الأطفال ما كلها بتمتلك هاي المهارات هلأ في أطفال تتعب على حالة زيادة مع أهلها نتيجة حافز أو نتيجة تسجيع الأهل لإله بأنه أو أنا مو خوف من أهلي أنا ما بحب زعلهم وقت بيكونوا الأهل عرفانين كيف يربوا كيف يعطوا كل شي بديو يا الطفل بس بنفس الوقت هن سلطة لإبنهم فالطفل حيخاف على زعلهم فحيكون يعمل جهده بأنه هو يأنجز أو يحصل الشي اللي ناصه أما الطفل اللي ما بيمتلك هاي المهارات لأنه بجوز عوامل وراسية ولا ولا لأنه هي مثلها مثل الموسيقى مثل الرسم مثل كتير قصص هي مهارة فما رح نقدر نزراع فيها بالزور مثل ما بيقولوا لا هي رح تكون موهبة عنده يقدر كون مبدع فيها بس بالمجمل أطفالنا يعني غالبيتهم باللغة جيدين لأن اللغة هي أسهل من اللغة العربية حتى الأطفال اللي عندهم مشاكل شوي بالعلم بالنسبة لهم اللغة الأجنبية هي أسهل لأنه عدد حروف أقل كلماتها تعابيرها الأشياء اللغة قواعد لغوية فيها أبسط بكتير من اللغة العربية فهنا يعني بالمجمل لغويا بيكونوا أشطر يعني يا ريم دائما الأهل بيحسوا الطفل مو دائما بكل المجالات هو مبدع وشاطر ممكن فيه طفل شاطر برياضيات ضعيف باللغة العربية أو ضعيف بالإنجليزي ولا عكس صحيح أدش فيهم يستغلوا الأهل هيدا النقطة أو العطلة السيفية للشيء الضعيف فيه الطفل يقدروا يأوله تماما هلأ إحنا عنا كتير في عنا مدارس في عندي مجموعة من أصدقائي بيشتغلوا على شيء اسمه مهارات يعني المهارات بالتعليم حتى ما يكون العلم جاف يعني مهارات برياضيات مهارات باللغات مهارات حتى باللغة العربية لأواجه هذا بيرجع نحن إلنا كأكبار أو كدارسين أو مختصين بمجال التربية أنه نطلع على الأبحاث وفينا مثلا نحن ببساطة نطلع على المناهج اللي هي مخصصة لصعوبات التعلم صعوبات التعلم بتعلموا كل شيء عن طريق المهارات فيني أنا عن طريق مهارات صعوبات التعلم علم لغة عربية ورياضيات وصد كل الصغرات اللي كانت بالطفل بالفترة طفولته الأولى اللي هي أسرع عنده بالعلم بعدين بباقي للصفوف وقت أنا أقدر امتلك هاي المهارة وعلم أولادي بهاي المهارات صدقيني ما حيكون أبدا في عندي مشاكل لا باللغة ولا برياضيات ولا حتى باللغة العربية هقدر أتجاوزها ببساطة رين بلش العد التناسلي لفتح أبواب المدارس والعودة للمدرسة والالتزام هون كيف الأهل يهيئوا حالهم هن بالبداية قبل ما يهيئوا أطفالهم للعودة للمدرسة والالتزام كان بشكل أكبر هلا إذا ما بدي بالغة مع الأهل عم يعدوا الساعات والدقاية لحتى يجي يوم 2-9 طبعا الأطفال مزعوجين وآخذهم يكوضع زاوية هلا التهيئة هي بدأ تكون قبل يعني أنا المراحل الأولى المراحل الصغار يعني قبل أسبوعين بتكفي أنه أنا أشوف أطفالي شوي نعود يعني هي أهم القاعدة شوي نرسهم نيمون بكير تماما النوم بكير أساسي لازم تكون قبل شهر أقل شي لا يقدر فيزيولوجيا الجسم يتعود على وقت نوم محددة وفئة محددة المدرسة بتكون كتير صعبة الفئة بأول فترة وبيكون ولد منكد فبيلاقوا الأهل أنه لا المشكلة بالمدرسة الولد ما عم يجي مبسوط لا نشكلة مو بالمدرسة مشكلة بالبرنامج طبع العيلة أنه هو ماله مرتاح فمعنطة هو ماله منتبه ومنكد نحنا بنقول باللغة العامية يعني ماله مبسوط في نقطة مهمة في عنا الأطفال الصغار كتير نحب نحطهم بالروضات هدول لازم تكون في برنامج مع الأهل كيفي طرق أنه يدخلون على الروضة يقدوا معاً وقت ويأخدوهن ويمشوا كيفي عملوا تواصل مع معلماتهم كيفي عدوا يحكم معهم دائما بقول للأم أنه معلش فوتي على الصف يلي فيه ابنك له صغير وعدي مع معلمته عدوا حكوه خليه يشوف أنه أنت رفيقة المعلمة بتعدوا بتحكو أنت وياها بتستفسر عنا معلش تسأليها شوي التفاصيل الولد استغلب له أنه هي ماما ممكن تحكيها مع الأقرب من المعلمات هيكون ولد مرتاح مأمن أنه هي ماما بتعرفها فأنا بمكان آمن بمكان مريح بالنسبة إلي حتى تقضي معه وقت بالملعب مع رفقاته هاي كثير شغلة ظريفة هلأ هاي نقطة ريم يعني نقطة إيجابية مسلبية لأنه في كثير أهلاء في كثير أولاد بقت تشوفوا أهلهم ضمن مدرستهم أو ضمن الروضة هنا بيحسوا أنه بعضهم بيجو البيت بعضهم بي ما في التزام ما في رسمية هلأ هون أوقات بيركزوا أنه لا الأم ما تكون تحت يعني مرأة أولادها ضمن الروضة اي تمام هلأ بالروضة تدور الرعاية أساسي كتير حتى بصف الأول هو لأنه يعني دخول صعب على صف الأول من الروضة أساسي أنه تكون الأم مع الطفل نحن نفصل بطريقة تدريجية يعني دائما في برنامج في خطوات ما فينا نحن تغير نفوت وتغير نطلع لا في أمور مدروسة نحن مفوت منفوت بشكل تدريجي ونسحب بتدريجي ضمن خطة نحن لنا يعني عشر سنين عم نشتغل بهذا المجال ما لقينا أبدا صعوبة بأنه نحن وقت نستخدم هاي الطريقة أنه يكون في مشكلة عند الأطفال بالأخص وقت يكون كادر مأهل بشكل كتير لطيف وظريف يعني يقدر برياحة ياخد دور الأم البديلة لأنه أول فترة المعلمة بتاخد بتصير اسمها أم بديلة وقت نحن بنبعد الأم بعدين المعلمة الشاطرة بتفصل حالة عن الطفل بصير الطفل بالمجموعة باعي الأطفال بتعلم أنه هاي المستبع والمعلمة تبعه هي مانا أمه وماما بالبيت بس بالفترة الأولى لازم تكون هي أم بديلة لأله أكيدا ريم شو بنقول للأهل يمكن هلأ حضرتك حكيتي أنه لازم يكون في مرحلة تمهيدية للطفل قبل المدرسة شنا نقول للأهل يلي بيقولوا يلا أول أسبوع يمكن أولادنا ما يقدوا ما يعخدوا دروس يلا ما نخليون الأسبوع الجاي للمدرسة عشر تيام بيشطون صيفية لأدام هاي كتير مهمة شو بنقول للأهل هادش يمكن راحة لأبنون أو أو ما بيأثر علي تمام هلا الالتزام هو كتير شي مهم لأنه أنا وقت أعود ابني حتى أنا على التزام بهذه القوانين وهذه القواعد معناته هو ريحني بكل العام الدراسي متعود على منظومة متعود على برنامج أنا دائما بطلب ابن الأهل أنه نحط ورقة على الحيط عندهم أنه نحن شو برنامجنا مع الولد من وقت ما بيرجع لوقت ما بينام نحن هاي الساعة عنا هيك هاي الساعة عنا هيك كتير هاد مريح للطفل يعني إذا كان عنده مشكلة بالتعلم هو مريح إذا كان طفل فرط نشاط فالروتين هو كتير مفيد لأله ببرنامجه وبتنظيمه فنحن الالتزام والبرامج هي كتير شي مهمة وما نصعبة يعني هي بتكون كتير لطيفة وكتير محببة بالمكافآت المناسبة للطفل فلا الأفضل نهيئ طفلنا لحتى نحن وهو يرتاح كل العام الدراسي نكون سعيدين فيه كماننا حابين نوجهك نصيحة للأهل لحتى أهلا لسه في شوية وقت بالعطلة الصيفية لحتى يكون في التزام بالمدرسة ونفس الوقت يكونوا مرتاحين أطفالنا بالعطلة الصيفية شو بتحبي توجهي كلمة للأهل؟ العطلة الصيفية لأنه نحن يعني أبسط شيء أنه نحن مثلا نتعلم شوية من الهفوات اللي صارت معنا بهذا الصيف يعني نقل الأماكن الأفضل ما بالضرورة طبعا الأسعار لا في أماكن كتير أسعار حلوة ومقبولة بس بهمنا كتير يكون في لطافة مع الطفل داخل المكان في أرياحية ما يحس حاله الطفل أنه هو عقوبة تقضيته هذا الوقت بهذا المكان هلأ بدك تعمل هيك هلأ بدك تعمل هيك يكون في شوية أرياحية يكون في لطافة يكون في جون مريح لأنه من حقه أنه هو يرتاح وبنفس الوقت من حقه نشوفني أنا منتزمي معه يعني هادول الأشهر هنه من حقه فأنا إلغي شوي ارتباطاتي مع رفقاتي أوب أو أو ويكون هذا الوقت هو يلاقبني أنا مخصصته لإله بكل أوقاته طبعا فيه أكيد وقت راحة للأمهات بأنه هنا يرتاحه شوي بس دائما يكون كل شيء فيه منظم وإله وقت هذا هو الأساس يعني ما تكون العطلة الصيفية دائما يمكن متعارفة علي أنه هي فيها شوية كسل زايد عند الأهل وعند الأطفال لا يكون فيه استثمار للوقت بشكل مفيد تمام الغالبا هي منشوفها بالعيال اللي بتكون الأسر مانا عائلة يعني الأم والأب مانا عاملة الغالبية الأسر نحنا أسرنا هي الأم بتكون عاملة فيها فوقتهم هو شوي قليل يعني الأم دائما بترجع بشكل متأخر فيه عدد ساعات أنا هاي الساعات هي المفضلة يعني أبقول للأهل معلش ساعة أو مصصاعة مفيدة مع الولاد بتغنيله كل نهاره مع أمه أو أبو لأنه هم الخط يعني الأسرة هي الخط الأساسي عند الطفل الأمهات المعاملة هو البرامج والالتزام ودائما فيه بقول الشغلة أنه نحنا نستشير أهل العلم يعني اسأل اسأل ممكن نكون معلمة قريبة علي أنه كيف نظم وقتي كيف أشتغل مع ابني ومتاح عندنا صار يعني الانترنت والوسائل موفر لنا كتير بأنه نحنا نطلع ونحنا نقرأ ونستفيد من تجارب غيرنا يعني بالمدارس بغير بلدان كيف أنه بيحطوا برامج كيف الأسرة بتتعامل مع أطفالها بهي العطال أو كيف تعمل أنشطة لأيلون ريم سعد نحنا نشكرا كتير على هالم معلومات المفيدة اللي طرحت زيادة اليوم ضمن صبحنا وإن شاء الله كل الأهالي يكونوا استفادوا منا إن شاء الله أهلا وسهلا فيكم شكرا لك